طيب في نقطة تانية كمان سند النادي الاهلي في هذا الموضوع الخطاب اللي تلقاه من اتحاد ده قرة السلة واللي اكد فيه على الرفض القاطع لاي حضور جماهيري في كافة المباريات وتفويد مراقب المباراة في الغاء اي مباراة حال المخالفة وده اللي جرى بالامس وقدامكم طبعا على الشاشة ده الخطاب اللي ارسل ليه النادي الاهلي ولكل انديت الدوري العام الممتاز الف للرجال ومكتوب فيه الخطاب تحية طيبة لسادتكم وبعد يسعدنا ان ابعت لسادتكم بصادق التحيات وتمانيات الاتحاد المصري لكرة السلة مع تحياتي وتمانيات الشخصية بالاشارة الى تعليمات مسابقة الدوري الممتاز الف رجال والخاصة بالزام هنا الزام جميع الفرق بالاجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة ومن الاتحاد المصري لكرة السلة مع عدم تواجد اي فرد غير الاجهزة الفنية ومجلس ادارة النادي فقط واقامة المباراة بدون جمهور يرجى التقرم بالعلم بان مجلس دارة الاتحاد يؤكد على عدم دخول الجماهير لجميع المباراة ويسمح فقط لاعضاء مجلس ادارات الاندية بخطاب رسمي من النادي وتفويد مراقب المباراة بالغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي طيب القطاب موقع من المدير التنفيذ محمود الحلو ومدير التنفيذ الاتحاد كرة السلة وتم ارسال هذا الخطاب لقطاع النشاط الرياضي وتوقيع الكابتن اشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة رجال اعتقد الخطاب واضح في تفاصيله اي كلام قبل واحد وعشرين مارس ليس له محل من الاعراض واي نادي كان تلقى هذا الخطاب عايز يعترض كان يعترض في خطاب رسمي مش يعترض فيه امر واقع بيحصل فيه المباراة او فيه الصلاة المغطاة هنا العمل الاداري المحترف في هذه القضية او في هذا الموضوع لكن في النهاية هو الامر شأن الاتحاد المصر لكرة السلة مع نادي الزمالك وفي النهاية بننتظر القرار طبقا للليحة وطبقا لهذا الخطاب اللي كان عجبني فيه بصراحة يعني خطوط واضحة وكلمات واضحة جدا ومفيهاش نقاش ولا مجدلة اكد الزام عدم حضور الجماهير في اي مباراة يعني الخطاب ما فيهوش فرصة انك ممكن تمسك في كلمة او تقول الكلمة مش واضحة او لها معنى تاني فيه الزام بكذا فيه تفويد لمراقب المباراة بكذا فيه تأكيد على فكرة لو حضر جمهور تلغى المباراة ايا كان بقى الجمهور يطلع لعب بنجي بونجي يطلع لعب كرة قدم يطلع يرجع لعب او يحضر لعب سباحة هي في النهاية طالما انت مش لعب باسكت انت اعتبر واحد من الجمهور فبالتالي الامر في النهاية هيكون تابع بقى الاتحاد السلة وهننتظر القرار تبقى لللوايح لان كان قبل واحد وعشرين مية ريسكت بتحصل بعض المواقف في المباراة واتخذت فيها القرارات فعشان جدا الاتحاد السلة قال خلاص بقى لازم نتاخذ قرارات في هذا الشأن واي حضور بعد كده لازم يكون فيه تطبيق لويح على الجميع ضمانا طبعا للعدالة والحفاظ على حقوق كل الانديه